بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده هنتعرف على الريسكس اللي هي المخاطر ازاي ان انا اقدر اضيفها واضيف البيانات بتاعتها وازاي ان انا عمل لها اصين على اكتيبيتيز وهكذا باجي عند الزرار ده الخاص بالريسكس بضغط عليه بيفتح لي الويندو بتاعت المخاطر بتاعت الريسكس بادوس على علامة الزائد اللي هي اد عشان اضيف احد المخاطر وليكن مسلا ادعى ديلي ويجب اني بعض الاختيارات التانية زي الريسكاتيجري ممكن انا اختار كاتيجري معينة مثلا انها متعلق بالتايم الكاتيجريز ده اقدر ان انا اعدل فيها من خلال الادمن الكاتيجريز اللي نتعرف عليها بعد كده في الادمستراتيشن قدر ان انا اضيف او ان انا احذف بعض الكاتيجرز او اعدل على الكاتيجرز اللي موجودة وبيسألني الريسك طيب ده threat ولا opportunity هل هو فرصة ولا تهديد وبيسألني الريسك ستيتوس ده proposed ولا impacted ولا managed ولا open وهكذا الريسك اونر ممكن ان اختار حد معين هنا من الريسورسز وليكن مثلا اللي كنا عملناه قبل كده اللي هو كان مدير المشروع احمد عادل وكذا identified من اللي عمل identify للريسك ده الشخص برضو نفس الحكاية وidentified on the tariff هدوس هنا هيتلع لي calendar احضر تم تعريفه امتى الاكسبوجر start هيبدأ امتى الاكسبوجر والاكسبوجر finish والبروجيكت طبعا هو بيبقى حطه في البداية المشروع اللي انا كنت فتحه اللي هو activities هنا و description لو انا عايز اكتب وصف اقدر ان اطلع بعض الاعمدة التانية طبعا زي بقيت الwind head تاعت البرمغيرا هنا هنا مثلا في general في الcause والeffect النوات والimpact الimpact في حاجات طبعا تبقى قبل الريسك وفي حاجات بعد الريسك يعني هنا post response بعد الريس بونس وفي هنا pre response قبل ما يحصل الاستجابة او الريس بونس وهنا response description و type قدر ان انا ازود اي من الاعمدة دي في التلولة اي من حاجات الحاجات اللي احنا قلناها من شوية الريسك اي دي او انا اكتب اي دي للريسك ريسك وان مثلا او اكود بطريقة معينة ال name ال category thright opportunity الowner ال status وكذا ماهتم اي من اي من حاجات اللي قلناها من شوية ال pre response exposure cost التكلفة اللي هي هتبقى قبل ال RESPONSE او ال EXPOSURE اللي هيحصل وهنا ال POST RESPONSE يعني بعد ما حصل الاستجابة IDENTIFIED ON قلناه IDENTIFIED BY TAP BOTTOM بتاع ال IMPACT هنا بيديني ال PROBABILITY وال SCHEDULE وال COST أعطيني الإمكانية ان انا ممكن انا اول مثلا ال PROBABILITY 50% من 50% ل70% اللي هي HIGH وال SCHEDULE تأثيره على SCHEDULE HIGH مثلا او خليها حاجة تانية زي MEDIUM من خمسة العشرة في المية وتأثيره على ال COST ممكن نقول مثلا لو لو من واحدة العشرة في المية بناء على الثلاثة دول هو هيطلع لي ال SCORE بتاع ال RISC بناء على الثلاثة دول طيب هنا ال RESPONSE طيب وفيه اربع انواع من ال RESPONSE ACCEPT, AVOID, REDUCE, TRANSFER طبعا لو كان ال RISC ده مختارين انه هو مش THREAT كنا مختارين انه هو OPPORTUNITY كان هيبقى ساعتها في اربع انواع تانية او STRATEGIS تانية خاصة بال RESPONSE, ENHANCE, EXPLOYT, FACILITY, REJECT REJECT اللي هي ال PMI بيعرفها ان هي ACCEPT برضو في ال OPPORTUNITY طيب لو انا اخترت مثلا ايه ENHANCE دي كده ال PRE RESPONSE قبل ما اعمل RESPONSE هنا بعد ما اعملت RESPONSE ممكن اكتب وصف ال RESPONSE هنا ال PROBABILITY بتاعته مثلا انتبق قليلا قوي بسبب ان انا اعملت RESPONSE ويتأثيره على SCHEDULE ممكن ما زال هو هو وعا ال COST ما زال هو هو فيطلع لي ان ال SCHOOL بتاعه قل نتيجة ان انا اعملت RESPONSE معين ال ACCEPT لو انا عايز اقصين بقى ACCEPT معينة من المشروع بتاعي ممكن اقصين ال ACCEPT الخاصة بال CONCRETE وهنا من ACCEPT ممكن انا اقصين بعض الانشطة الخاص بها ال RESPONSE ممكن مثلا اجا اقول ايه الانشطة بال CONCRETE لان ال RESPONSE خاص بال CONCRETE DELAY DELIVERY RC FOUNDATION PLAIN CONCRETE COLUMBS 11 GRADE وهكذا ممكن ادوس هنا اعمل لهم الصين مباشرة كلهم على بعض واعطيني بقى بيانات عنهم ال START وال FINISH والID وكذا ال DESCRIPTION ممكن اكتب وصف لل RESPONSE ال CAUSE ال EFFECT النوت وهكذا طبعا انا لو رحت عند ال ACCEPT بعد الوقت عند مثلا اي من ال ACCEPT اللي فيها خرصانات اللي احنا عملنا الصين عليها زي مثلا ال COLUMB وهو هروح عند RISKS هلاقي بقى ان ال RISK موجود فعملية القصين ممكن تبقى من هنا او من هنا هي هي وبكذا يبقى تعرفنا على موضوع RISKS يدرسكس